على خطا جديدة تسير العلاقات العراقية الأمريكية بعد دخولها في مفاوضات الطرف الثالث فيها أوروبي لتنفيذ قرار الانسحاب العسكري من العراق ففي تطور لافت كشف مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جابرييل سوما عن استخدام وجراء الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات أوروبية عراقية لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وقال سوما في تصريح صحفي لوكالة عراقية أن القيادات الأمريكية تجري في الوقت الحالي مفاوضات أوروبية عراقية لتنفيذ قرار الانسحاب الكامل من العراق استجابة لطلب الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي لافتا في ذات الوقت إلا أن المفاوضات تجري في الوقت الحالي على أن يحل حلف الشمال الأطلسي الناتو محل القوات الأمريكية داخل العراق وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي أن مهام الجيش الأمريكي في العراق ستتحول لحلف الناتو المغتضية بتدريب الجيش العراقي وإعطاء المعلومات الاستخباراتية كما تم الاتفاق عليها بين الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية مبينا أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق بعد وصول قوات حلف الشمال الأطلسي الناتو وقد يستمر وجود خمسة ألاف مقاتل أمريكي على حد تعبيره جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي صوت على قرار نيابي من خمس إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق مع الأمين العام الحلف الشمال الأطلسي ينس استولتنبرغ القرار الأخير لمجلس النواب العراقي بشأن انسحب القوات الأجنبية بنحو كامل من الأراضي العراقية مؤكدا على أهمية احترام السيادة العراق وقراره المستقل وأكدت تجنة الأمن والدفاع النيابية في وقت سابق أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيكمل ما بدأ به رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بشأن إخراج القوات الأمريكية بحسب مصادر مطلعات فيها